مرحبا بكم مستمعاتنا مستمعين في حلقة جديدة برنامجكم مخش كغير برنامج لكيف ما تبعتم عنا كنحاولون بينهم خلاله اهم الميهن والحرف اللي قليل فينا لكي عارفها واللي ممكن اننا ننتهنها وعلش لا نخدمو فيها كيف العادة كل الشكر والتقدير على تشجيعاتكم وعلى رسائلكم وقريب غادي نمكنكم الرقم اللي غادي تحاولوا واللي تقدروا تسولوا في الضيوف دينا بطريقة مباشرة عبر الرسالة صوتية في تقنية الواتساب في الانتظار اختارينا لكم واحد المهنة اليوم مهمة واساسية صراحة في كل مجتمعات والتقافات مهنة انسانية اكتر من اي شيء كل الدول كتعتبرها مهنة جوهرية في تعرف ليس فقط على التاريخ ديالها ولا على تاريخ البلاد وانما على الحضارات كاملة اللي عاشت فيها والامر كيهم نانسولمون البلاد ديالنا ميكيهم البشرية كاملة في الانتظار اختارينا لكم اليوم واحد المهنة مهمة واساسية صراحة في كل مجتمعات والتقافات مهنة انسانية اكتر من اي شيء كل دول كتعتبرها مهنة جوهرية ليس فقط في التعرف على تاريخ البلاد والحضارات اللي عاشت فيها وانما الامر كيهم البشرية كاملة مهنة عجيبة وفريدة من نوعها مهنة كتفكرنا نمطيا بافلام دومومي طومب رايدر انديانا جونس وهاريسون فورد والاهرامات وغيرها من الافلام والوتائقية ما نطورش عليكم لحلفة ديالات الاسبوعية الاركيولوجي او علم الاطار ومعنا ومعكم واحد من اشهر علماء الاطار وعالم الاطار الكبير الاستاذ سيبل جليل بوزقار مرحبا بك معنا شكرا حمودة وشكرا على الدعوة مرحبا بك شكرا لك بزاف في البداية كان مغير نشكركم هنك على واحدة مقام الاكتشافات المغربية وايضا الكوني اللي ينصح التعبير من بعد الاكتشاف ديالة جبل ايغود وخالتيني اجتش شوية معطلة ولكن مشي دائما كان نقدرون تلقاهم عالم الاطار الحمد لله احنا نفر صليما في مغشكاير اننا نتعرفو عليك ونتعرفو على هاد المهنة هادي مرحبا بك مجددا استاذ عبدالجليل وسؤالي لك في البداية اشنو كان عنيو بعلم الاطار كان عنيو بزاف ديال المسأل حواجه هو كيف قلت يا حمودة انه بالنسبة لعلم الاطار هو علم فعلا كيهتم بالماضي ديال المجتمعات نعم وبالتاريخ ديالها ولكن الفرق بينه وما بين التاريخ وهو انه علم الاطار كيعتمد على الواثقة المادية بمعناه ما كانش شي حاجة اللي هي مكتوبة خاصة في الفترات اللي هي قديمة بزاف صح الفترات ديال مقبل التاريخ اللي هي عندنا في المغرب الرخامتنا بمليون وثلتمائة ألف سنة فما كانش ديك ساعة كتابة الإنسان ما كانش تعرف الكتابة إذن أي معلومة كنا نريد أن نعرفها كنا نأخذها من ذاك الشي اللي يخلها بحل الحجار أو اللاعظة من حيوانات لك للقاوة في المواقع إلى آخر إذن هذا هو إذا وغلنا نقوله الفرق الكبير ما بين علم الاطار وما بين التاريخ اللي جيت نعرف علم الاطار يعني نقدرون نقوله أن علم الاطار هو سرد أيضا الواقع وأحداث ووحد نمط عيش ديال الإنسانية في واحد المجال الجغرافي معين في واحد الوقت معين غير ورط الاختلاف كي قلت في عن التاريخ هو أنه مرتبط بمادة من موسى يعني أنك ستلقوا شي حاجة من موسى اللي كتعطينا التاريخ لهذه الحقبة أو لهذه المدة هذي اللي عاش فيها الإنسان أو كيف مكان تصنيف دياله أنا داك تماما صحيح غير هو السرد كي يجي في واحد الفترة من بعد بمعنى خصنا حتى نجمعوا المعلومات ونديروا واحد العملية ديال التنقيب بمعنى ديال الحفريات في المواقع ونحي تنقولوا الحفريات رغم ما شي كان الزوب بالله والفاس وغاقس يتنحطروا هذا النقطة أرجع لها لا بل أنه كان واحد طرق اللي هي مدروسة واللي كتدرس واللي هي بواحد بواحد بشوية إلى آخر يمكن نأخذوا واحد الأدوات اللي هي دقيقة بشوية اللي كنحفروا بها وتنقدروا نأخذوا قاعدوا كالمعلومات اللي هي طلاقا مثلا اللي كالإنسان خلالها بحال الأدوات أو لعظم ديال الحيوانات أو لبقايا ديال النباتات قديمة تهيك تكون بمعنى محي تجمعوا لنا هذي المعلومات من واحد الموقع وموقع تاني وثالث ورابع تنقدروا نسردوا واحد القيصة ديك ساعة أو لا تنقدروا نديروا واحد خلاصة على التاريخ ديال واحد المنطقة معينة أو لا على جهة كبيرة اللي تقدر تكون توصل لبلاد أو لا توصل للمنطقة ككل بحال شمال إفريقيا أو قارة كاملة بحال إفريقيا مثلا وهذه المدة هذي نعمر المنطقة اللي اشتغال على هذه الحفريات والوقت اللي هذي اللوقة اللي كتلقا والاشتغال عليهم باش تعطينا واحد السرد لواحد الواقعة معينة أو لواحد تاريخ معين شاكت تاخد في المتوسط ديال شاكت تاخد ديال الوقت شاكت نقول لكم بنسبة بعد العلماء الآطر قدمها كانت لحاجة ودوزة الوقت وقديمة قدمها مزيلا يعني ببعنا في الوقت اللي كان ناخده كان ناخده بزاف ديال الوقت بمعناه ما ننساوش كما قلت أنه ما كان ستعملوش البالة والفاس بمعناه كان مشه بوحد الأدوات ليدقيقة فما كان نفوتوش في التنقيب في شهر ديال التنقيب ما كان نفوتوش واحد عشرين أربعين خمسين حتى المتر ديال ديال في شهر المدة ديال الوقت في شهر يعني شهر ديال الحفريات يلا تقدرون الماكسيمون تصلوا الواحد أم متر استثناءا تنوصلوا لمتر يعني استثناءا نعم يعني أقصى ما يمكن يوصلي في المدر نوصله هو متر أما وراء قل من أم متر لأنه ما ننساوش رعرفتش نا هو علم الآطر ولكن كيف تنقيب تنقيب رديال بحركة يقولوا دائما يقررون نار كنا عاد بدينا يقولون نار بحاش يكتب اللي كتقراء مرة واحدة بمعنى أي صفحة قرية بحالة تحرقات حالة مشات بمعنى محيط كان نبقى ونحفروه بشوية يخصنا ناخده أقصى ما يمكن من المعلومات من هذه الطبقة اللي كان ناخده من هذا الطراب فالطراب التاويت يحمل معلومات يمكن نرزعوا لهذا الشيء هذا المسألة يمكن أن نحفروه ونحفروه بزاف دائما الحويج دائما المعلومات أنا صراحة يتجاوز الفهم كيفاش كتلقاوه يعني علميا أو تقنيا كيفاش هذه الطربة أو دائما اللقاء كترجموهم سينصح تعبير المعلومات ومن بعد كنسمعوه أن هذا يرجع إلى 3000 سنة أو إلى أكتر أو يرجع إلى حقبة الفلانية ما هو الحويج اللي يجعلوكم تعرفون أن هذا الطراب لأنني أستطيع أن ندوز وندوز عليه مثلا أو الرماء أو ينفرد يعني كيف تلقاو اللي دوني فيه سبق وقلت بأنه الحفريات يلا كدون شهر نعم على الشهر لأن كل يوم في الحفريات يساوي خمسيام في المختبر بمعنى كين واحد العامل إلا درنا 30 يوم تخصى نضربوها في خمسة إذا نغاد نولي في 150 يوم بمعنى دي المختبر سيموات المختبر تقريبا اللي خصنا نمشيه المختبر وخصنا نشتغلو فيه إلى آخر أجتعني كين نحواج اللي تيمكن نشوفها بالعين دينا لمنهم دوك الأدوات ولا العظام دي الحيوانات ولا تل عظام دي البشر وكن كين مسائل أخرى اللي ما كتبانش ولي ما كيمكن نشوفها إلا في المختبر منها مثلا ما ننسوش بحال كتين نسميهم بالفرنسية لحب بلقاح مثلا بحب بلقاح ما تيبانوش بالعين المجردية في المختبر في انتي يمكن نشوفهم وهما اللي كي أعطونا واحد صورة كينين في هذا الطراب هما اللي كي أعطونا واحد صورة على الغيطاء النباتي اللي كان واش كنت هنا غابة ولا ما كانت واش كانش من نوع ديال الشجر إلى آخره بمعنى ولو قديم بمعنى كين مسائل اللي تيمكن نشوفها في الميدان وإحنا في هذا الموقع وكين مسائل أخرى التي يخصنا حتى المختبر ومنها هادشي اللي قلت ديال العمور نعم تحديد ديال العمور مهم جدا وهناك إن واحد العمليات اللي كاتم اللي هي مرتبطة كتر بالفيزياء بالفيزياء وهي اللي كتخلينا أنه نقدره نقدره العمور ديال هاداك اللي كالقا واش عنده مئة ألف سنة واش عنده تلتمئة ألف سنة واش عنده غير عشرة ألف سنة نعم قليلة يعني عشرة ألف سنة كتبن واحد مدة هي قليلة والدليل هو أنه اللقاء الإخرانيين للأطار التي توجدت يعني مع الأسف إعلاميا أو لبنسبة للمواطن لأقرب حاجة قريبة لي هي جبل إغود بحكم أن كان تتطرق لها بزاف إعلاميا كمادة كان دوع لأكثر من مئات الآلاف لجي السنين يعني عشرة ألف كتبن صغير ورفض الفترة كتبن بحر شي شي لوقة اللي عمر صغير هذا هذا اللوقة هذا هذا الحفريات وهذا العمل برمتي العلم الأطار أو الاركيولوجي كيف تقدر كيف تنفعنا غير المن يعني سوف على المستوى العلمي كانك تشفو حضارات إلى بزاف دي الحويج ولكن كالي غيرتسأل يقول أنا كمواطن بسيط يعني كان شي من الخدمة الدار درس 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 عندي ولداتي كان قرر يوميتو أشنو يقدري فيدني أنه سيبجليل مثلا هو الفريق البحث ديالي وأرى ألقاه واحد أقدم مثلا مجوهرات لينصح التعبير في تاريخ البشرية جمعة فاشتقدرت فيدني أنا كمعلم أو كوحسيد خدام في كيبيع الحليب أو يعني أو عنده أي متعادية إلا جينا نأخذها من هاد الزاوية نقول لك فعلا الإنسان منحقه أنه يتسأل هذا السؤال ولكن ما ننسو ما قدش حضرني شكو اللي قال واحد المقولة التي تلقى ها مهمة وكن نعودها بزر وهي أنه الناس الذين يضبطوا الحاضر يقدروا يضبطوا الماضي والناس الذين يضبطوا الماضي يقدروا تحكمه في المستقبل لكن أنت فاهم الماضي ومن جيتي وشكونت والهوية والأصول أنت تقدر تعرف رأس كيف نغادي إذا هنا الهوية والأصول مهمة بالنسبة لنا يعني كيف ما كنت كيف ما كنا هذا ما نسميه هذا كان مسميات كثيرة ومن أن أن نجينا لماذا نغرب لماذا نتكلم هذه لغة لماذا نلبس واحد اللباس لماذا نحتفل بواحد العادة لماذا ندير واحد العادة معينة هذا كله لديه واحد العمق ووديه واحد التاريخ وهذا التاريخ هو الذي يجمعنا من قدر أن يكون مختلفين في أمور لكن كان أمور الذي يجمعنا مغربة والهوية مهمة جدا تتبيت ديال مجتمعات في واحد المناطق معينة وليك تخلينا أنه يكون عندنا واحد الارتباط كبير بالمناطق ديالنا وبالأراضي ديالنا وبالعادة ديالنا وبالتاريخ ديالنا اللي وخدزوا أزامات نعم اللي هو يليك تخلينا نكون متشبتين وتتخلينا دائما نقدر نتجاوز الأزامات كيف مما كانت هنا ربما هذا اللي ذكرتي لي البعض منهم ما يقدر يحس بها مباشرة ولكن اللي أخذينها في الشكل الجماعي ديالها في المجمل ديالها تماما كل شيء سيحس بها وكل شيء سيحس بواحد الانتماء أنا لقلت لو أنت مغريبي رأى التاريخ ديالك ما بادي شذا بار بادي هذي مليون وثلتمائة ألف سنة وعرف ترا تدور ديالك انت ولا الأجداد ديالك هذي مية وخمسين ألف سنة أراهما اللي ينقلوا واحد العملية ديالك الحيلي وارتداء ديالهم ويصبغوهم بهذيك المغرى الحمراء اللي دابنت بدلتها بحاجة أخرى ربما والتي هي الحنة والتي حاجة أخرى عجيب هذي كله رأى عنده واحد العمق وعنده واحد تاريخ ورأ قدرتي والأجداد ديال تعال واحد آخرين كيف أعطوها لنا الأجداد ديال عجيب هذي كيفاش بديتي يعني المثل كيفاش الإنسان اللي كيدبط الحاضر دياله وكيدبط الماضي كيقدر يتحكم في المستقبل ويعرف فين غادي ارتباط بهذ المثال على ستين الأخير ديال الحيلي اللي توجد اللي بالمناسبة ستعب تجي كنتي مش شريف على فريق البحث اللي لقى هذ الحيلي ولا تنسميهم اللقاء باللغة العربية ولا نقدر نسميهم بالدرجة أدوات الزينة ولكن بالمجمل هذي لقى ونسميهم بالدرجة مستخرجات الأرض أو لقاء أتارية لقاء أتارية حكي نحن تجرب هذه ولو بعجالة كيفاش تجرب هذه هذا يمكن لا عجالة لا أنا كان ظن أن الحلم ديال أي صراحة عالم آتار هو يلقى يدير اكتشاف بحال هذا عجيل لأن حاجة تحس بها بأن وبعدها تحس بوحي المسؤولية كبيرة لأن تحس بأن وراك تتأخذ شي حاجة اللي ماشي تأطر في تاريخ ديال بلادك وكتقدر تعرف بها جوانب لما معروفة من تاريخ ديال بلادك ولكن تؤثر أيضا في تاريخ ديال البشرية هذا من جهة من جهة أخرى تصور في الفارق ما تكونوا شفيتين عشر خمستاش باعت شي ديال كوفيد وكذا ديال ما خسناش مطناش بززاف عرفتي باش تقيس هدوك هدوك الادوات تلقاهم وتعرف رأسك بأن أنت أول الواحد شد هدوك من بعد مئة وخمسين الف سنة ومحطوطين عجيب ما نوصفش لك إحساس ربما معك نحاول تخيل ديك اللحظة لا كيش طلبة ديالي لأنه باقي صغار مني في السن وشعروا ربما بأكتر من داك شي اللي شعرت به فكتحس واحد السفر ما عرفت شو تقدر تخيل كيف حالا كتصافر في الزمن واحد داروا واحد الناس هذي مئة وخمسين الف سنة بواحد ولا هذي مليون وثلثمائة الف سنة أو لكتر بمعنى تحس بواحد ما شغل الفخر ولكن بواحد المسؤولية وأيضا بواحد كما قلت افتخار الانتماء بان سور بان سور وبان جدادنا كانوا اتيل نو صلما بنسبا نحنا وحي البشارية جمعة نحس براسنا ورأترنا فيها كيف كانت تأتروا بهذا عجيب عجيب صراحة قدم هذا الكلام اللي قلت كان حاول وصلت لي لجسامر دي هذي المسؤولية دي والتال لفت انه اخر واحد يعني انت اول واحد قاس هذوك اللوقات الاتارية من بعد الاف دي السنين من بعد واحد اكس اكس جد هنا في هذي الرقعة الجغرافية عجيب كان هناك مجددان توفارك العمل وصراحة تبعنا لحدث على وسائل الاعلام للمحلية والدولية يعني فخر كما قلت ومهمة كبيرة وهذا شي ما يمكن إلا يزيدنا افتخار بالتمغرابي دينا هي مدينة مروقية تمغرابي الخدمة التي اختارت لكم اليوم هي مسؤول عن برنامج أو جمعية أمان هي جمعية تعمل مع الطفل واجل الطفل من خلال توفير الدعم النفسي والاجتماعي والتكفر بالأطفال ضحايا أو العرضة لمختلف أنواع العنف وخصوصا العنف الجنسي الخدمة التي تختارح الجمعية هي مسؤول برنامج للجمعية المهمة تنسيق متابعة بالمهام بلوتود تنسيق متابعة السير العام لبرامج الجمعية تطوير وتقوية مهارة العاملين بالمشروع تدبيل الموارد البشرية تتبع وتقييم البرامج والإنجازات وغيرها من المهام الأخرى التي تلقوها في الإعلان بالتفصيل المهم خاص يكون عندك اهتمام بجانب الطفولة قادر على الاشتغال بشكل تلقائي يعني في ديالك ولي فيه دائما يولي تخدم موتيفاسون سيفي ديالك على البريد الإلكتروني ركوتمون بوان أمن قبل الأخر ديالشهر يعني قبل واحد وثلاثين دجنبير وكيف العادة الجميع التفاصيل المتعلقة بالخدمة ستلقوها في الرابط ديال الخدمة في الفيديو في الحلقة على قناة يوتيب ديال غاديو دوزيم أو على ريزو سو ديال غاديو دوزيم أستاذ بوزوغاغ تكون خليناك نتسلنا شوية لا دويتنا على الأطار اللي نقدر نقوله الهويات ديال هاد المهنة ديال العلم الأطار وكيفاش أدخلينا نكتشفو التام غربي الجنة ونعرفو عشنا وما الإسهامات اللي قاموا بها جدودنا عبر التاريخ وعشنا نقنر نديرو حناية باش نشرفو هاد المهمات اللي قاموا بها لأنها مسؤولية من كان نوعو بها كانوا لأكتر الالتزام نقدرون نديرو على شي جانب اقتصادي واحد الوقع أطار اقتصادي لهذا المكتشفات أو هاد اللقاء الأتارية مغير هاد البعد الاجتماعي أو التاريخي واش كين شي بعد اقتصادي لهذا اللقاء هاد طبعا هذا بالاضافة للي قلت سيحمود كين ايضا ان العلم الاثار هو مكمل التاريخ نعم يعني كين مسائل اللي التاريخ ما تيقدرش يوصلي على ان هوا يائما ما كان نص مكتوب يائما ما كان شفا ايضا العلم الاثار تيقدر يكمل ايضا المسائل اللي يديروها المؤرخون نعم وما يخص لهذا المتاحف بطبيعة الحال تجلب واحد الزوار وهنا تكون استفادة مزدوجة من هذو الزوار يخلصوا الدخول ديالهم اذا تساموا في الحركة الاقتصادية وايضا تستفدوا وتقدروا يفيدوا لان حتى من ناحية الاستفادة رم تتكون دائما غير ما ديال رم تكون حتى ايضا بالنسبة للمعاريف الاخير يكون مواطن كيقدر يعرف التاريخ التالي مزيان ثم كين واحد الجانب اخر من نسبة الوقع الاقتصادي ديال علم الاطار وهو الزيارة ديال المواقع الاتارية او ديال المآتر التاريخية ونحن كنعرف واحد المجموعة ديال المدن ديال نحن مراكش كناس الرباط فاس فواحد الجانب مهم من السياحة مشغل الوطنية سياحة الوطنية والدولية فكتكون مرتبة هذا المواقع الى اخره وبطبيعة الحال هاد الشي كيجيب واحد المدخول الى اخره وبالتالي فهي كتساهم ما عادش نقوله بانه كتساهم واحد شكل كبير جدا ولكن كينة مساهمة وكين واحد الواقع وبطبيعة الحال بدينا نشوف واحد المسألة بدت تطور مؤخرا وهي اللي كنسميها السياحة التقافية بمعنى انه واحد نوع من السياح مغاربة واجانب ولو انه كيختار واحد المناطق اللي هي بعيدة واللي ماشي بالضرورة كنمشي ولي كنعرف ها دائما اللي هي تقليدية واللي محروفة وكنمشي وليها تيمشي المناطق اخرى اللي بحل مثلا بحل المنطقة دي اليونسكو وكيمشي وكيشوف واحد يشوف مناظر يوم يشوف هذوك المواقع وبالتالي هادشي كل اللي تنقول الى مشي تي المنطقة بعيدة هرا هدك يعني انه خصك تبات اذا للا بتي تتصرف خصك تاكر وانا تحرك دي العزالات في الاقتصاد بالنسبة محليا مثلا وبالتالي كين بطبيعة الحال مسائل اللي خصنا نفكر فيها جميع الناس يشتغلوا في الاثار ولا الناس اللي هم مهتم من بعد ادخال علم الاثار او المواقع او المآتير في العجلة الاقتصادية نفكر فيها جميع انها خصت تكون بحل المدارة السياحية اللي بعض منها بدأت يبان في مناطق كين تفكير فعلي واجد نقدر نقول اذكر المثال المدين المدن القديمة مراكش فاس مكنيس سرباط هذه المدن اللي تعرفت بالمؤثر التاريخية ديالها ولي كتجدب بيان سياح وهذا سياح عندهم واحد المدخول لأنه يحرك دوك الاتيكات ديال المنمون ميوسي كي ما قلتي كي جو كي شدو طيلات كي ياكلو كي ياخدو تخون سبط كي كريو دي فاتور يعني كتحرك واحد العجلة الاقتصادية وحنا ما كنفهموش بأنه المحفز الاول لها المسألة وانا جاي نشوف متان قصر ايد بن حدو ولا نشوف جمع اثناء ولا نشوف قصر مثلا السعديين الى غير ذلك ولا قاعد ما اتلين في البلاد وواش لما الدخول ديالك نعفو انه حاليا لا بأس به خصصا فيما يخص مدينة براكش نقدرون نقول انه ما اشتغلنا على هاد الجانب هذا شحل ما رطف على المدخول ولا المدخول ديالك يكون سطابل هاتي صراحة ما عنديش ارقام نعم نقول لك حال ديال المداخل ولكن نشوف مجهود كيد دار ذكرتي مراكش انا غادي نذكر لك مثال اخر قريب من مراكش هو مدينة صويرة مدينة صويرة هي لاجت جغرافيا في الحجم دياله ماشي قد مراكش ولكن في الحركة التقافية دياله فواحد المجموعة ديال حركة الاقتصادية ديال المدينة كالدور حول التقافة بمعنى كانواحد المجموعة هذي 30 عام هو مدينة نشوف بأن الآطر دياله كبير جدا زائد لازلنا عليه بحال هذه الاكتشافة التي تكون بحال المغارة بزمون في الناحية ديال صويرة بمعنى نزيد النوع المنتج السياحي وبالتالي نزيد أن المسألة ما ارتبطت بقاتير في المدخول مباشر نخلص لكي ندخل لهذه ولا لهذه بل أنه تكون داخل في دينامية اقتصادية كبيرة لأنه فيها مسألة تتعرف على عدد تتعرف على مناطق تتعرف على ماكنة التي هي ديال 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 المنطقة نرى أنه على براء في بعض الدول التي تعمل على هذه المسألة وعند خبرة سنوات كثيرة مواقع من هذا الحجم ديال بيزمون أو موقع جبل اغود ممكن أنها تلقى أنها تساهم بواحد من هذه البلاد ولا ديال ديال المنطقة ممكن تغير الواقع ديال ديال المنطقة نقدر أن موقع بيزمون أو جبل اغود إلى تم الاشتغال عليه بطريقة حيرفية وطريقة يقدر يغير يغير من واقع المنطقة أولا يمكن لك واحد المسألة أنه ممكن يتم الاشتغال عليه بدل الاشتغال جميل أعطينا أستاذ الابديت ربما لا نقدر نقول لك لك في التفاصيل ولكن هنا واحد مسائل نشوف ها صراحة ملموس كائنا أنها تنضعك بعد أنك تمشي لهذا مواقع نتزر وتشوف كيف كائنين وكيف مختط له يكون في هذه المواقع يعني مستقبلا مختط أنه يكون زيارة لهذا الموقع يشوف الناس مسائل لي صراحة لأنه واحد المسألة لا نسوها علم الأطار عنده شغل تديره ولكن أيضا تتكاغ على واحد الناس خرين وهذا هو الاختصاص وهذا هو الجميل في الأمر بمعنى يمكن نعطي المادة العلمية لأنه كانوا الأهمية ونبرزوها ولكن كان الناس يشتغلوا على التاريطور كيف يدخلوا فيه سكان وساكن المحلية كيف يدخلوا فيه المنتجات محلية كيف هاد الأمور كل وكيف يمكن لهم رجعوا مثلا بحل المتحف الفضاء يمكن لي الفضاء طلق اللي يمكن للناس أنهم يبدوا تزور وتشوف وتعرف بمعنى هاد الأمور هاد كلها كاينة ومشي غير في هاد الموقعين اللي تكرتي بل أنه كان في مواقع أخرى كان هاد تفكير هذا صراحة الحديث معك شيق وهذا الموضوع صراحة هو شيق في حد ذاته لأنه كان نلطف للجنة وهذا الشغف لدينا بعلم آتار ولي كان خدا واحد لبعد ووحد ووقيتات أنصلا في التاريخ أعطى مرتفع بالأهرامات لأنه تم تسويق لهذه الصورة مزيلا كان نظن أنه إذا تم الاشتغال على جبل إغوض ولي 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 وغير المواقع ممكن أنصلا على مستوى الإنتاج الفني وتعطى واحد الصورة من القدم الأول بلاصة التي كان فيها مثلا الإنسان العاقي المنصابي هل يمكن أن نصل لهذه المسائل من القدم إذا تم بالفعل فأول خطوة هي ما نقوم في الإعلام إلى آخر ولكن كين أيضا واحد الجانب مهم هو مثلا صور أفلام ربما أغاني مصورة التي تكون قرب هذه المواقع إلى آخر بمعنى ندخل في صناعات تقافية بهذا الشكل بمعنى ندمج هذه المواقع وهذه التي تجعلنا أولا نرسخ هذه الصورة لكن الحال نماطية ونماطية تكون زوينها لأنها تجعلها ناس يحلمون فعلا بهذا المهنة وبأنها لم يكن غير مهن كلاسيكية التي نعرفها ومهمة وتهم المجتمع بزاف ولكن هنا أيضا مهن أخرى التي تكون ضروري لأنه كل شيء مهم كل شيء يقوم في المجتمع عالم الآثار كيف يعني عالم الآثار كيف يقرأ وماذا هو المصار الدراسي كيف يبدأ وماذا يسير لك لك عالم الآثار أولا تكون عندك فعلا شغف بالماضي وبالتاريخ وبالأصول لك إلى آخر هذا مهم جدا لأنك يساعد بالسف يكون عندك واحد الاهتمام ولو يكون بسيط جدا بهذا الأمور ثم كان أيضا بالنسبة بالجانب الأكاديمي الجانب الأكاديمي كان في المغرب المعاد الوطني العلوم الآثار والتراث اللي كان فربط واللي تم تياخد دراري وبنات ديال كان علمي أو أدبي ويدخلوا 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 ويقروا ثلاث سنين بالنسبة للليسانس وعامين بالنسبة لماستر وإذا يريدوا يكملوا في الدكتورة يدروا 4 سنين حتى الأقصى حده 5 سنين بالنسبة للدكتورة ولكن لا يوجد غير المعهد كان أيضا جامعات في المغرب اللي احتين فتحت على هذا العلم وكان في الأقصام ديال التاريخ أولا كيتدرس جزء منه في كليات العلم أيضا كان في كليات الأداب وفي كليات العلم كيتدرس أيضا في الأقصام ديال الجيولوجيا كان عرفو أن المعهد سمح لي أستاذ ديال المعهد ديال الأطار أو ما يسترح عليه باختصار للنسب هو المعهد الوحيد الأكاديميلي لأنه في البلاد اللي عنده هذا الجانب التطبيقي واش في الجامعات عندهم هذا البوحيد التطبيقي ولا كيبقى عندهم شيق نظري كي يتغال على العملية ديال التكوين المعهد كما كالحال تيبقى ولو هو وطني فهو واحد أحنا كنقولها وطني ومؤسسة عمومية بمعنى كين تامل النسيج الجامعي اللي كين في المغرب وبالتالي كين واحد المجموعة ديالشاركات تقريبا مع الجامعات المغربية كاملة جميل بمعنى كين واحد مثلا وشنا هو هذا الجانب التطبيقية فين تيكون تيكون كتر في التدريب الميداني هذا هو المهم وبالتالي فالأساتدالة ديال المعهد ولا ديال الكليات اللي احتومت يكونوا درسوا الأعطار بعد المرات يا إما في الخارج يا إما هنا في المغرب وبالتالي يقوموا بهذه العمليات ديال الصهر على التدريب ديال الطلبة سواء ديال الكليات ولا ديال المعهد وبالتالي هذا تنظن أنه كين هاد العملية ديال الشاركة ما بين المعهد نقدر نقول ما بين الكليات كنت تسمح بأنه يكون واحد لباسخيل يكونوا ديباسخيل تماما ما بين المعهد لينصاب وما بين الكليات لبلاتفورما أكاديميك بلنسبة لك سوفيزان ولا باقي خاص معاهد أخرى أو باقي خاص الاشتغال فالجانب نزيد نقول بدرجان بلو هاد الافورماسيون ولا العدد اللي كين دابا بلنستون تاكا ميداني أو محترف واش باركاول ولا خاص باقي الاشتغال على هذه المسألة وكيف تتعرفوا المغرب كبير نعم كبير وقديم بزاف عجيب وبمعناه رأي الله دابا ما وصلناش ربما بدون مزعمة نظني لكن تقاع زيد تقاع بزاف هاد ينقول ما وصلناش عشرة في المياه من ناحية التنقيب دارا ما عارفينش بزاف ديال الامور وغادي نقول لك دائما نخصنا المزيد في جميع الميادين دائما نخصنا المزيد وما ننسوش انه كين دابا الجيهوية نعم وما حيث كين الجيهوية بالتالي ضروري بواحد دابا ولا من بعد ضروري ما غادي تخلقو مراكيز اخرى ديالي كتعنيه بالتورات الاخرية بتورات الاركيولوجي بشكل عام او لا تورات بعض الحقاب فيه الاخرية في جميع الجيهات ديال المغرب إذن غادي نبقا كين الحاجة لأن كين الحاجة المتاحف وكين الحاجة المآتر كين الحاجة الواحد النوع معين ديال السياحة اللي هي السياحة التقافية إذن هذي أمور تخصيقو بها متخصصين وهذه المتخصصين يمكن أن يكونوا إلا في هذه المؤسسة وهذه المؤسسة تختار على ذلك المتاحف واش احنا دبا حنا وصلنا أننا نشتغل المتاحف ديالنا قادرة أنها تستوعب الكمية ديال المستخراجات أو هذه اللقه الأتارية ولا تقدر عليها واش تشتغل عليها بالشكل اللي وخص يتشتغل عليه يعني واش تتحق هذه اللقه الأتارية كي تتحقها في المتاحف ولا باقي خاص تهو نزيد الاشتغال على باش نجوبك على هذا السؤال خاص ندعي الناس اللي كي يسمعونا أنهم يزوروا المتاحف وغاد يلاحظوا بأنه بعد المتاحف ديالنا بعد إنشاء المؤسسة الوطنية المتاحف فأخذت صراحة وولت عندها صورة ووحد الواجهة اللي هي مهمة جدا ولينا كي نسمعوه بالمتاحف فعلا تبدأت مضرات ديالنا ولي داخل في التقافة ديالنا أنه بقانا مشؤول المتاحف وطي بقاوي تبدلو ذوك المعارض ما بقاش نفس المعارض اللي كاين نفس المعروضات اللي كاين والناس اللي كينين تم في هذوك المتاحف ولي خدامين فيهم فنس مكونين مكونين تشتغلوه تم بالتالي ممكن نقول لك أنه التاريخ ديالنا من خلال ذوك اللغة الآثارية راف أيدي أمينة وخبيرة جدا عارف نعم كيف تدير جميل ونحن ماكره نحن أنه يتزاد كثير وبطبيعة الحال الوقتات يمكن يشباع في ميدان من الميادين إذا يجبعنا كم مكان الحال وهذا هو المهم يجب دائما الابتكار يجب دائما الإبداع يجب دائما يجب دائما يجب دائما مسائل جديدة وهذا الأمر هذا نحن قلت هذا علم الآثار بدء 2021 راح ما هو علم الآثار ديال الستينات والديال السبعين تبدل الأسئلة تبدل على ذكر تقنيات هذه العملية التي اكتشاف مكلفة رخيصة وهذه الأدوات قلت تسهر على مثلا المزار التقافة بحكم أنها راعي على اسمته ولا الاشتغال في إطار براميج وش حال تقريبا هي مكلفة من هذه النحية ستحضر واحد المقولة لك بالطبط قال هذه المقولة إذا كان تظنوا أنه الجاهل مكلف بزاف إذا كان العلم والطربية مكلفة جدا جربوا الجاهل وبالتالي نظن هذه مسائل لا نقول استثمار إلى مجموعة الفلوس لتربح أكثر إلى أغلاق لا 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 يكون ربما من بعد المهم في هذا هو الرائع بالنسبة للأبحاث هو وزارة التقافة الوزارة الوصية ولكن كان المسألة مهمة التي بدأت في المغرب وليس هذه سنوات هذه وهي كان مؤسسسات وطنية التي تمول الأبحاث تمول جميع الأبحاث بما فيهم الأبحاث الأركيولوجي وكنت تخص بها المركز الوطني البحث العلمي والتقني سينارست جميل ثم كين أيضا مؤسسات أخرى وطنية بالإضافة الخواص حتى الخواص هما سيساهم في هذا الأمر ضروري من خارط لأنهم يستفيدون بطريقة مباشرة نعطي مثال هو مثلا جامعة 20 مل فتم ترميم من طرف الخواص مؤسسات خاصة وبالتالي بمعناها أنه تمويل وبالإضافة بطبيعة الحال هذا فيما يخص تمويل وطني المحلي ولكن كان أيضا تمويل دولي هدف إطار تماما هذا كان اختيار وخيار دار المغرب وهو أنه ينفتح على مدارس وعلى مناهج ويطور ولك اللحظ ورغم ما بين كيف تحل المعهد في 1986 وفي نوصلنا لإهدابة في الكملة الإكتشافات ولا النشارات العلمية أو المنشورات العلمية المقالات إلى آخره فتنظن أنه في المنطقة دي الميناء تنظن أنه ما نقدروش نخجلوه من رأسنا فيما يخص هذا الشيء بمعناه في هذا الوقت الواجيز أنه وصلنا واحد المرتبة اللي هي متقدمة بزيف جميل على ذكر المسجد تنميل كان دعيق على المستمعين والمستمعات أنه يزور المسجد تنميل ويكتشفوا برج ويرغان ومنطقة جميلة دي الأكدز وإسني وإملي المناطق رائع في جبال أتلاس مرحش مرحش كاريه مرحش 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 الدولية من اجل تعزيز وتنمية المناطق البحرية. المهم خاصة تدير واحد الجرد للمعارف ديال صيد تقليدي في منطقة المتوسط في المغرب وتحلل نطاق تشريعي لصيد تقليدي ودير التقييم ايضا ديال تأثير صيد للمكتف على النظام البيئي وتشخيص الوضع بما فيه مختلف الفاعلين اللي كيشتغلوا في القطاع. تركيز ايضا على اهم مقويمات نجاح اللي ممكن تنهض بقطاع الصيد التقليدي للمنطقة وغير هم الاشياء اللي غادي تكونوا مطالبين بها في هاد المهمة الاستشارية باش تقدم خاصك المقترح ديالك معليك خاصك تكون دكتور في المجال وعندك خبرة محترمة طبيعة هاد المهمة هي عقد عمل استشاري اللي مدد دياله تسوعد وعشرين يوم ممتدة يعني تسوعد وعشرين يوم اه ولا فنتنا في جوغ اوفغاب السقف المالي لهاد المهمة محدد في ستاشل مليون اشكتنا دخل الرابط في الفيديو ودفع المقترح ديالك قبل سبعتاش دو جمبير اه وسي عبد الجليل وصلنا تقريبا لنهاية ديال الحلقة غادي نديلك سؤال بعجالة اخير اه واخد صراحة هاد المجال هدا بغا كتر من 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 ساعة اه لانه وشيق كما قلنا سؤال اخير نرجعو نخرجو من الجانب ديال العلم الاثار ونجو العالم الاثار يعني علم الاثار كمهنة وواش هاد المهنة كتوجع علمي او حرفي كتعيش في البلاد اه من غير الجانب الاكاديمي وفين كيقدر يشتغل هاد العالم الاثار كيتخرج قرار في المععد ديال الاثار تخرج او الحمد لله عنده لليسونس والمسطر ولا الدكتوران ديالو اللي حسب فين وقف المساط كويني ديالو هش يقدر يشتغل واش كينين ديالابو وفين كيقدر يشتغل الافاق ديال الاشتغال غاديو كتتوسع صراحة من شحال هادي كالمشغل واحد ووزارة تقافي نعم من بعد دبا الامور ولات كتر ولات المؤسسة الوطنية للمتاحف ولات ايضا المتاحف الخاصة ولو كيدلوا بمعناه انه الامور بل انه نعطي مثال سوق ده كينفتح كينواحد خريج ديال المعاد اللي هو في متحف بنك المغرب جميل جميل بمعناه وتأوى بالمناسبة كان كان ندعي الناس انه يمشيوا يظهروا ويشوفوا انه جميل وجميل جدا صح عنده واحد عنده واحد كمية كبيرة من من تحف كبيرة نعم وبالتالي انه السوق ديال هذا غاديو كيتتسع ما غادش نقول بانه هورا باش نكونوا صراحة صراحة نو ماشي بنفس الكبار اللي كين في واحد المجالات اخرى في واحد خصوصات اخرى نعم ولكن غاديو كيتتسع لانه كين واحد طالب على التقافة كين واحد طالب على المعرفة ديال التاريخ كين طالب على المعرفة ديال الاصول وبالتالي فهو مهم جدا والتعريف ايضا بالتاريخ ديالنا ليسا فقط محليا ولا ايكن ايضا دوليا بمعنى غادي سوق وكين فتح وإلى زي بغيت نجاوبك واش ما عمرو اللي غادي يكون ما غاديش يكون ما تقولش يتا يغسل زياد بروري زياد لا ما نقول ولو ما شي غايكون غني بزاف نعم ولكن صراحة اللي يدخل الوظيفة العمومية مثلا فعلى حساب الديبلومات فمثلا اللي عنده دكتورة وستطعنا يكون أستاذ جامعي فصراحة زيما بالنسبة إلا جي تتقارنوا مع واحد اخر مثلا اللي هو في واحد السلم أدنى ما غاديش يمكن ان تتقارنوا مبينتهم بجوج بنانا يعني اللي يحكم عليه هو السلم ديال الوظيفة العمومية بحلوك هل ناس الخريج بمعناه أنه إلا بغيت نهضر معك بالداريجة تكونوا الناس مستوري الحمد لله صراحة كيش بنية تشخيص سعب الجليل والرؤية ديال والتفاؤل المجال ويصححها ويصححها وكنزيد وأكدوا عليها وصلنا لنهاية ديال الحلقة بعجالة سعب الجليل وواش كان شي سؤال لكي بلك مهم أننا نطرحوه ولمستمعين ديانا يعرفوه وما طرحناش ممكن نطرحوه أو بالأحرى تطرحوه نطلب نطلب أنه من وزارة التربية الوطنية نعم وخاصة الأكاديميات نعم أنهم ينفتحوا على المهد وصفتوا الموجهين باش يتعرفوا كتر على المهد واشنو التخصوصات اللي فيه واشنو الأفاق اللي فيه باش يمكن لهم يوجههم زيان طلبة لربما رغير نقص ديال المعلومات اللي عندهم باش يمكن لهم يتوجهوا أيضا لهات تخصوص كانت هذه رسالة للوزارة التربية والتعليم العالي وجميع الوزارات الوصية على قطاع التعليم أنها تنفتح على المؤسسات ديانا العلمية في مجال الآتار وتشتغل عليها وترسل الموجهين ديالها باش تفتح المجال أوسع الطلبة أنهم يكتشفوا هذا المجال الشيق جدا واللي كما شفنا مع الأستدعب ججليل بوزوغار أنه مجال نونسلمون اللي كي أعطينا معلومات على تاريخ ديانا مي اللي كي خلينا نحسو بالقيمة تاريخية ديال الرقعة الجغرافية ديالنا الحبيبة المغرب وصلنا النهاية ديال الحلقة كيف العادة ما سخيناش بكم غادي تلقاو لليان ديالنا مرش كاريير سورتو للي ريزورسيسيو ديال غاديو دوزيم أو لعلى الصفحة الرسمية ديالي انستغرام حمودة كاجوني مرش كاريير شاكس همديدو 15 او 16 او الاعادة غدا ان شاء الله من 19 بالتوفيق